ترجمة نانسي قنقر والتشجيع على استقطاب الاستثمارات في المملكة جاء ذلك لدى استقبال سموه السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو وخلال اللقاء شاد سمو الشيخ نصر بن حمد بالإسهامات المتعددة التي تقوم بها مجموعة لولو من خلال المشاريع التجارية ودورها في القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في المملكة مشيدا سموه بالتوسع الذي تشهده مجموعة لولو داخل المملكة وخارجها من جنبه أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو عن شكره وتقديره لسمو الشيخ نصر بن حمد على ما يبدي سموه من اهتمام بدعم قطاع التجزئة وتنمية الاقتصاد الوطنية